بس في وسط الأجواء الحرارة دي تتوقع درجة الحرارة كانت في الصعيد النهار ده كام اعتقد وصلت لستة وتلاتين وسبعة وتلاتين والنهار ده في الصعيد وعروس الصعيد المينيا كان السيد رئيس الجمهورية هناك مع أهالي المينيا بيحتفل بافتتاح عدد من المشاريع من مشروعات حياء كريمة بزيارة إحدى الكرة في محافظة المينيا هي أول قرية تبق عليها مشروع حياء كريمة 100% يعني أي قرية محطوطة في مشروع حياء كريمة مفروض بيتعمل لها حاجات محددة يتعمل لها مكتب بريد يتعمل لها نقطة إسعاف كمجموعة كرة جنب بعض بتتم الرصف الشوارع إلى آخره ادخل إنارة انترنت الكلام فالنهار ده السيد رئيس الجمهورية كان بيحتفل مع أهالي المينيا بهذه القرية وعمل أكثر من لقاء بينه وبين أهالي المينيا كنت شايفه النهاردة يعني آلع الجرفات بتاعته ودي لقطة يعني عايز يقول للناس أنا منكم أنا معاكم ومش عايز القاعدة تبقى رسمية عايزها تبقى طبيعية فوسط هذه الأجواء الرئيس السيسي فاجئ الناس النهاردة وأعلن حزمة من القرارات الاجتماعية على مستوى الشخصي أنا فجئت يعني إيه ما توقعتاش تمنناها آه يعني وكل الناس بتقول جاي من ارتفاع الأسعار ومن التضخم بس النهاردة حزمة اجتماعية الدولة بتعلن على لسان الرئيس وبتبعت رسالة للمواطن بتقول له أنا جنبك وسط هذه الظروف الصعبة الدولة ما حلتلكش مشكلتك 100% لأن ما فيش حد هيحل كل مشاكل التضخم وارتفاع الأسعار بس بتقول لك أهي نواية تسند الزير خاصة أن رفع الحد الأدنى للأجور بيتم زيادته على وطيرة متسارعة خلال السنتين اللي فاتوا احنا قفزنا من 2000 ل2000 ونص 2700 3000 ل3000 ونص النهاردة ودي البداية اللي أعلنها النهاردة رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى جيد وهو 3500 جنيه بمعنى ما فيش أي حد هيتعين داخل الدواوين الحكومية أو في القطاع الحكومي إلا لما هيكون مرتبه يبدأ من 3500 جنيه ثم قرر السيد رئيس الجمهورية زيادة بقية الدرجات الحد الأدنى للأجور بيطبق على الموظف اللي هو الدرجة السادسة لكن أدى دا إلى رفع بقية الدرجات المالية هنا النهاردة أنا بناشد السيد رئيس الوزراء أن مش جميع العاملين بيعملوا في الحكومة بيعملوا في الحكومة قرابة 5 مليون بس في حوالي من 24 ل 25 مليون بيعملوا في القطاع الخاص أرجو من المجلس القوم للأجور أن يتواصل مع السادة أصحاب الشركات والمصانع في القطاع الخاص لمحاولة أيضا رفع الحد الأدنى للأجور طبعا الساد رئيس الجمهورية لما أعلن هذه الزيادة وسط تصفيق حد حدد الموعد أن دا هيسري من أول الشهر الجاي من 1 أربعة على طول يعني ليس من بدء الموازنة الجديدة أنا حسبتها لو أنا 5 مليون موظف في الدولة كل موظف هيزيد ومتوسطه ألف جنيه يعني دول 5 مليار جنيه يعني تكلفتها على الموازنة العامة 60 مليار جنيه كبداية طبعا إحنا الموازنة عندنا بتعاني من عجز شديد كان الله في عم بقى دكتور معيد هيعمل إيه في 60 مليار بس أكيد كل الأمور مرتبة بين القيادة السياسية وبين زياء السيد وبين وزير المالي ترجمة نانسي قنقر